السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بيكم جنالكم بفيديو جديد لو عندك التهاب في الحلق جفاف في الحلق أو ألم في الحلق وزخات تورم في الحلق صعوبة في التحدث صعوبة في التنافس والابتلاع عندك سعال عطس ألم في الجسم سيلان في الأنف أو شيء بيضاء أو قيح على الحلق أو اللوزتين عدم القدرة على البلع التهاب الحلق المتكرر الذي لا يتحسن طف جلدي صداع ألم حلق شديد لوزات متورمة حمراء بلغم في الحلق وعلى الصدر تابعنا في الفيديو ده دي وصفة ممتازة للتخلص من التهاب الحلق وألمه وكمان طرد البلغم من الحلق والصدر في الفيديو ده هنذكر فوائد الوصفة ومكونات الوصفة وطريقة عملها وطريقة استخدامها وكمان هنذكر محاذير وأضرار الوصفة فواد الوصفة دي بتحتوي على فسفور وحديد وكالسيوم وماغنيسيوم وبوتاسيوم وسكريات والياف ودهون وبروتين وماء وكمان فيتامين به ستة وفيتامين جيم وفيتامين ألف أيضا بتخفض مستوى السكر في الدم ومفيدة لعلاج مرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني وهناك دراسة وجلية على أشخاص مصابين بمرضى السكر وجدوا أن تناول ميت جرام يوميا من البصل يؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم كمان المساهمة في تكوين خلايا الدم الحمراء وذلك لاحتوائه على نسبة جيدة من فيتامين به ستة وتساعد على خفض الوزن بشكل كبير حيث أنها تساهم في زابة الدهون المتراكمة في الجسم وخاصة دهون الفخزين والكرش تحافظ على صحة القلب وتمنع الجلطات القلبية وتصلب الشرعين تحد من الإصابة بمرض السرطان لاحتوائه على عنصر الكيرستين الذي يقتل الخلايا السرطانية في الجسم تساهم في إزالة السموم الضارة من الجسم لاحتوائه على عنصر الكابريت العضوي تحسن من عملية الهض كمان تقي من الزهايمر حد من أمراض الجهاز التنفسي وخاصة الربو يطهر الفم من البكتيريا يطرد الديدان المعوية من المعدة يزيد التركيز ويمنع التشطط تعالج آلام الأسنان تستخدم أيضا لفتح الشهية في بعض الأحيان وتعالج التهابات الدم كما ينقي الدم من السموم الضارة ويخفف من حدة الإنفلونزا والبرد تعالج لدغات النحل تقوي الجهاز العصبي وتساعد على إذابة حصى الكلاه وكمان تساهم في إدرار البور وتقوي الرحم بشكل فعال خاصة للحامل مكونات الوصفة بصلة واحدة متوسطة واثنين كوب ماء هنستخدم الوصفة دي ازاي هناخد البصلة وهنسلقها في مية سيبها تغلي لمدة عشر دقايق أنا هروح أسلقها وأرجع لكم بعد ما أسلقها أقول لكم ازاي نستخدمها بعد ما تسلق رجعنا لكم تاني بعد ما سلقت البصلة زي ما انتم شايفين كده سلقتها بإشرها سلقت البصلة بإشرها تمام هنستخدمها بطرقتين الطرية الأولى هنأشر البصلة كده تمام هنأشر البصلة وهناكل البصلة عشان نتخلص من الاتهاب الحلق ونتخلص من بلغة اللي موجود على السدر واللي موجود في الحلق ونتخلص من البرد وألام الجسم والطريقة التانية هنهرس هنهرس البصلة كويس هنهرسها كويس وهنضعها حوالين الحلق كدماضة ونسيبها زي عشر دقايق أو ربع ساعة تمام ونسيبها وهي وان شاء الله الوصفة دي ممتازة وجميلة أنصحكم انكم تجربوها ودياتي بتفيد جدا من من التهاب الحلق والبلغم والبرد والسعال والكحة وبتنقي الجهاز التنفسي لو عجبكم الفيديو اضغط لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس كي يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اضغار الوصفة تهيج الجلد بشكل كبير تزيد من حموضة المعدة تزيد من رائحة الفم الكريهة تزيد من حساسية الجسم تزيد من حساسية الجسم وخاصة للأشخاص الذين يتناولون دواء الإسبرين